اليوم راح نسوي لكم سلطة الشعيرية بالعدس كل شي مميز حول هذا السلطة لا شكلا ولا طامن فيلا خنشوف المقادير عشان نبدأ فيها في البداية نحط في القدر أربع لفائف شعيرية ماء مكعب مرقة الدجاج وموية ونسلقها ثم نصف فيها ونتركها تبرد وفي هالوقت راح نجهز الخضار ونخلطها فنخلط تقريبا كوم ملفوف نقطع شرائح رفيعة وكوبين خاص مقطع شرائح رفيعة وحبتين جزر مبشور وربع كوب عدس أخضر مسلوق وحبتين مخلل خيار مقطع شرائح طويلة ورفيعة إذا ما تبون مخلل ممكن تطلعونا بس أنا حبيتها مع هذا السلطة تم نضيف عليها شعيرية اللي سلقناها وآخر شي نسوي له الصوص فنخلط ربع كوب من صوص تاوزن آيلند وعصر ليمونة وثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون ورشة فلفل أسود وبودرة الثوم وملح وعموما أي صلطة الصوص حقها لا تخلطونا اللي قبل التقديم مباشرة عشان يبقى كل شي يفرش فإذا خلطوا الآن الصوص ما صلطة ابشروا عليها جبن برميزان وخلصنا من صلطتنا المميزة اليوم وبالعافية اشتركوا في القناة